السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام النهاردة في درس جديد هشتغل ديكور يحاكي وراء الحقت اول حاجة هتختار لون انا هشتغل بالبرتقالي ودرجات السويد طبعا لك حرية الاختيار فانا دلوقتي بركب درجة البرتقالي احمر واصفر وشوية ابيض خلاص عملت الدرجة هبدأ ادهن الجدار كله او الجنب انا بعمل عينة صغيرة بس طبعا لو هتجيب اللون جاهز او هتعمل الجدار كله باللون اللي يناسب المكان اللي انت موجود فيه ويكون لون من الالوان الفتحة يعني لان هشتغل عليه بقى بالالوان الغم برول الجنب كله وش اتنين تلاتة حسب الحاجة خلاص انا كده خلصت الجنب فكرة الشكل النهاردة بتعتمر على الشكل الثمال السداسي اللي هو 6 اللع هجيب الشكل وهبدأ يفضل في البداية ان انا اختار الشكل يكون حجمه كبير يعني الضلع ما يقلش عن 20 سنتي انا زي ما بقول بعمل عينة صغيرة كل ما يكون كبير كل ما يكون سهل في التنفيذ هبدأ اخد بشكل عمودي كده ارسم اول شكل سداسي وطبعا لو عملته على كرتونة او ورقة كاستنبا معايا هيسهل علي حاجات كتير جدا 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 وبعدين باخد بقسم الشكل بوصل اضلاعه بعض من الداخل ثلاث خطوط اللي في الداخل دول وبعدين ببدأ ارسم مسلس اصغر من تلت المسلس اللي تكون عندي يعني كاني بقسمت المسلس شايفين انا كده بقسم اصغر شوية من مركز المسلس واسيب فراغات في النص اللي هي بتدين علامة زي علامة المرسيدس كده دي فراغ في النص لان ده الجزء الوحيد اللي هيبان من اللون البرتقالي هبدأ بقى بالراحة كده وبهدوء اجهز استنباط لكل شكل عشان يسهل علي الرسم وهرسم الجنب كله بالشكل اللي انا شفته له بعد كده هبدأ قبل ما اشتغل بالالوان هجهز لون خفيف جدا انا عملت درجة قريبة من الزيتي وبالقرب رش او بالمسدس التمن او باي مسدس موجود عندي في المركز تجمع الخطوط هعمل زي رشة كده تدريج لون من الغامق للفاتح اللي انا عملتها دي على فكرة صغيرة هحتاج ان انا نزويدها بعدين ولكن انا كنت بجرب الجنب الاول مرة فهيفضل ان يتبقى اكبر من كده اول حاجة بدأت بدرجة السود العادي جدا واخترت شكله وبدأت اكرره بنفس التسلسل في مساحة الجنب كل وطبعا دي برضو من الاخطاء اللي انا ارتكبتها ان انا حاولت ان انا اخلص السود الاول الافضل ان انا اختر شكل سماني مسدس سداسي من الاشكال اللي انا اشتغلت فيها وخلصها واحد واحد انا عندي كل مسلس فيه ثلاث درجات هعمل ثلاث درجات من الاسود وهاملة كل درجة في مكانها اهم حاجة بيبقوش درجتين جنب بعض يعني مسلسين جنب بعض بيبقوش بنفس الدرجة وبعدين هبدأ ازود التدخين اللي انا عملتها في النص الرشة بالمسدس وبعد ما خلصت الجنب كله توزيع الالوان بأكد تاني على الرشة اللي في النص في المركز بتعمل ربط بين العناصر عشان يتكون الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده حاجة زي كده لو مع تغيير الالوان ومع التركيز شوية في التفاصيل اعتقد ان احنا هنعمل الجنب افضل كتير جدا من ورق الحائط وده كانت نتيجة النهاردة البعض يتخيل ان هي صعبة ولكن سهلة جدا واي حد حاب ان هو ينفذة يتواصل معايا وان شاء الله تكون الفكرة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته